مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين معليش سامحوني أني قلت لكم أني موجود طريقة الخمير اللحقي بالدست موجودة أو في القدر بس طلعوا أني نزلته في التوكتوك ومنزلتهش على اليوتيوب فاليوم نزلت لكم إياه هذا فيديوه قديم عملته أني وأختي في عدن الله يذكره بالخير وقزيها ألف خير كانت كثير تساعدني بالتصوير وبتأكلوا كمان ألذ خبز إذا ما عندكمش المقلة أو عندكم مثلا قدر أو دست كبير فنحنا عملناه شوفوا عملت لكم يا بدست الزربيان لأنه تقيل دست الزربيان أو قدر الزربيان اللي نعمل فيه الزربيان أو أنكم تستخدموا قدر الضغط أو دست الضغط تمام هنا نفس العقينة ثلاثة كواب دقيق وملعقة كبيرة خميرة ملعقة صغيرة سكر وملعقة صغيرة ملح وحبة البركة اختياري عقينة طرية وتتلصق باليد يعني نضيف الماء بالتدريق يعني عقينة مثل عقينة المعقنات والفطاير عقينة طرية قالت لكم ستلصق باليد يعني الماء حس بنوع الدقيقة اللي تستخدموا هنا استخدمت أني العقانة حق أختي وعقنت شوفوا كيف قوامة أنتم بتشوفوا كيف قوام العقينة شوفوا كيف القوام ما عليش الإضاءة تعبانة فعدا لأنه تعرفوا كيف الكهرباء طفي لصي يعني نحنا ممكن على ضو الشاحن كنا أو شفتوا إضاءة الطاقة الشمسية مدري إيش يعني يكون كذا الإضاءة بس إن شاء الله يعني باينة كيف قوام العقينة طبعا لا تخلوهاش أطرة من كده لأنه بعد التخمير كمان ترجع تطرة الآن خليتي ترتاح يمكن ساعة نص ساعة لما يضاعف حجمه فعدا بالسرعة تتخمر العقينة لأنه القور الرطوبة فيه فأني كده تقريبا نص ساعة وبدأت أشتغل فيها انتبهوا تخلوه العقينة أطرة من كده لأنه بترجع إيش ترجع تتسيح بعدين لما تطبخوها شوفوا الآن أبول يدي بالماء عندي ماء وملح نفس ما عودتكم بالفيديو الأول أبول يدي بالماء وأقرصي الحجم اللي أنا يعني مناسب لي وهنا هذا قدرتكم دست الزربيان أو قدر الزربيان أسخنه تماما خليه يحمي والآن شوفوا كيف أمييله عشان ما يتعبنيش لما أعمل ألسق العقينة خلاص أبول يدي بالماء ممكن تفتحوها بيدكم زي ما عودتكم بالفيديو الأول أو كده الآن تلصقوها على طول وتبدأوا تبلوا يدكم وتفردوها كده بسرعة تخلوكم سريعين وانتبهوا إذا كانت العقينة كتير سائلة لما تقولوا قلوبو الدست يعني ترجعوا القدر زي كده بتنزل بتدو يعني بتنزل لأنه خليتوا العقينة طرية كتير لا لازم تكون طرية بس متماسكة شوية فهمتوا علي نفس القوام اللي رويتكم يا خاصة الآن غطوه شوية أول ما يبدأ يحمر الأطراف أقلبو الدست أو القدر أقلبوه عشان يتحمر الوقف ورفعوا النار وكونوا دوروا القدر كل كده تانيتين دوروا القدر عشان يتحمر تمام مش يحرقوا كده وكل ما تلسوع كده حسيتوا أنه كده سوات شوية تلسوع كل ما عطاكم طعم التدخين كأنكم عملتوا بالحطب عرفتوا عملتوا بالموافة خلوه شوية كده يحرق يعني طلع فيبو كده أسود لأنه يعطيكم طعم التدخين مش كله تخلوه يعني كده نقاط نقاط فهمتوا كيف بتاكلوا ألد خمير لحقي طبعا كيف تعرفوا أنه نضق أو أنه خلاص استوى تمام أول ما تقول تقشطوه بالملعقة كده يطلع على طول ميجلس يعني لاصق إذا حستوا أنه عادوا كده لاصق عرفوا أنه عادوا لي مستواش العقين لكن هو عشان أنه تمام ناضق تمام على طول يطلع وهنا أنا في السعودية عملتوا بقدر الضغط لأنه ما عندش قدر الضربيان قدر الضربيان يجي تقيل عملوا بقدر الضغط لأنه قدر الضغط ثقيل عادي وما شاء الله بتاكلوا ألد خمير لحقي وأختي الله يحفظها عملت صنونات بطاطا يا سلام أنتم تقدروا مع الدال مع البيض مع الفصولية مع أي حاجة حتى زبدة وقام كله يطلع حلو أما أنا وسمعوا أختي كيف متلددا فيه وكيف تشكر فيه أريد كيف مصدع أختي بطاطا هذا الخمير اللي حقيقي في قدر او بالدست الضغط او بالدست العادي تماما امشي يكون تقيل وهنا تعالوا اقول لكم على خبز الطاوة والطاوة اللي قلتولي يهدى غسليها الطاوة او اي الخبز البرات اللي عملته طبعا الطاوة هذه اختة جديدة كانت شوفوا زي كده بس عشان تطلع يطلع الخبز حلو لازم تسود يسمونه لازم تتدرس او لازم ترجع لونه اسود كل ما تطبخوا فيه با تسود عشان تطلع الخبز حلو هذا ما يعرفاش الا يعني اللي فاهمين اما اني مدريش هل انتم قليل الفين نعم قليل العشرين قليل الفين تبدأوا كده بالتعليقات وزي كده لكن انا زي امكم اشتي فهمكم انه هذه الطاوة لازم تسود كانت معايا هذه الطاوة حلوة كانت طبعا هذه الطاوة خلاص قده ما شاء الله كنت اعمل في بالخبز بس عيبة انه صغيرة يعني من نسبة لي اني اشتي الطاوة اكبر لاني ما شاء الله قرص الخبز اعمله كبير فهذه كانت قديمة معايا خلاص قده متدرسة حق الخبز قده يعني ما عد فيش ازيه ومكانة موجودة معايا لما اعمل الخبز صغير استخدمه هذه الطاوة القديمة تطلع للخبز يقنن صراحة تخليه حلو لانه متدرسة خلاص قده سنين معايا عشر سنين وفوق لكن ديك طاوة قديدة ويلا انه سودت معايا وبدأ الخبز يطلع حلو في به وانتم تقولوا يهدو اغسليها يهدو اكيد اغسله بس ما عاد يروحش السواد اللي فيها ما يروحش وكل ما سودت كل ما طلعت احسن وبتسود معايا مع الاستمرار فهدي احسن طاوات بس اشتيلة يعني صبر فهمتوا كيف وزي ما صبر على طاوتي اكيد بصبر عليكم وعلى تعليقاتكم لانه انا قيت عشان اعلمكم واني كمان اتعلم منكم ما قيتش عشان اناقشكم ولا عشان ارد على التعليقات فاني اقول للجميع لا تردوش اما انكم تردو تعلموهم وتفهموهم او لا تردوش عليهم يعني لا تسوقوش لحد في التعليقات لا يا اما انكم تكونوا خير تقولوا بالخير او تصمتوا يعني خلاص لانه ما تعرفوش هم مش فاهمين وكده اني عشان كده يعني اقدر الجميع بصراحة اقول يمكن صغار مش فاهمين كده فاني حبيت اني افهمو انه قلي تعليقات كتير على الطاوة وشوفوا ما شاء الله الخبز كيف طبعا هدي بالطاوة اللي قلتو عليها اللي قلتوه ده متغسليش الطاوة لا اني اغسليه بالعكس بس لازم تعرفو انه في طاوات حلوة تكون لازم تتدرس لازم تسود يعني الزمان هدي اشياء قديمة نحنا تعلمناها من امهاتنا يعني تعلمناها من زمان وفيه كمان اللي هي مقلع او الصاق هداك الحديد الاسود مع اختي زي يوم من زمان هداك كمان حلو جدا وكل ما استخدمتوه كل مكان حلو او ممكن تلاقوه عند الهنود كمان يقع حديد اسود وبس والله هذا شوفوا ما شاء الله خبز شباتي انا نزلت لكم خبز البراتة اللي بالدقيقة الابيض وهدا نفس الطريقة بس خبز الشباتي بالدقيق البر او الدقيقة الاسمر نفس الطريقة بس هذا بر خالص استخدمت والله بتاكلوا الد شباتي والد كمان براتة كل الفيديوهات برفق لكم اياه اخر الفيديو الان بيظهر لكم الفيديوهات حق الخمير اللي حقي وخبز البراتة نفس الطريقة بس هذا بالبر بالعافية ليولكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت حلو منكم